مشاهدين الكرام ينضم إلينا الآن من خان يونس مراسلنا عماد أبو شاويش أهلاً وسهلاً بك عماد أهلاً بك زميلي بدر وبالسادة المشاهدين والمتابعين أهلاً بك عماد عماد حدثنا عن آخر تطورات في القطاع وبالنصيرات خصوصاً ربما الأحداث التي حدثت في النصيرات كانت هي الأبرز مساء ما قبل الأمس الحديث كان عن عملية كبيرة جداً ومجزرة كبيرة خلفت أكثر من 270 من الشهداء وأربعمائة وخمسين من الجرحى الفلسطينيين العزل في منازلهم دون مقدمة ودون سابق اندار هو الأبرز الحديث ربما تحدثنا عن اليوم وتحدثنا عن الأمس فهو ربما المدفعية التي تنطلق في كل مكان تطلق كانت من شرق مخيم البريش وسط قطاع غزة من المحافظة الوسطى أيضاً شرق منطقة أبو العجين وشرق منطقة المحافظة الوسطى في مدينة دير البلح حيث يتواجد هناك يقع مستشفى شهداء الأقصى إذا كنا قد نتحدث عن المشكلة أو نتحدث عن المجزر الأكبر وردود الأفعال العالمية التي حدثت وربما الردود الكبيرة التي حدثت نتحدث عن حدث كبير جداً وضخم جداً ساعة الثانية عشر بتوقيت فلسطين ودون سابق اندار توغل من الشرق من منطقة النصيرات مخيم النصيرات المكتض وهو وسط قطاع غزة المكتض بالنازحين والمكتض بالسكان أصلاً واللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 بدأت الدبابات تتوغل من المنطقة الشرقية من مخيم النصيرات ومن ثم الطائرات الأباتشي تحلق إلى الشمال الشرقي والشمال الغربي من مخيم النصيرات تطلق نيرانها الأباتشي تطلق نيرانها الطائرات المسيرة الطائرات الأوربيرت الانتحارية وأيضاً الطائرات الكواد كابتر تطلق الرصاص على كل من يتحرك في مخيم النصيرات في أقل من عشر دقائق انقلب المخيم عن بكرة أبيه المخيم تحول إلى مزرة ودماء وأشلاء في كل مكان لم يكن هناك توقع لما يحدث لم يكن هناك شخص يعلم أنا كنت داخل هذه المعمعة وأكون تفضل نعم عماد أنت أشرحي أنت الآن وين متواجد أشوف حركة مقتضة بالناس من حواليك أشرح أنت وين متواجد الآن بالضبط يعني حالياً أنا أتواجد حيث أتواجد هنا أنا في شرق مستشفى ناصر الطبي الذي اشتيحت مخان يونس بشكل كامل وبشكل كبير قبل عدة أشهر وكان هناك توقع كبير إلى الشرق من مدينة خان يونس وتدمير إلى أكثر من سبعين أو ثمانين بالمئة من مخيم أو من مدينة خان يونس ومخيم خان يونس هذا المستشفى الذي يغطي كان عدد آلاف من النازحين والجرحى والمصابين ربما ترى هنا وصلت الدبابات قبل عدة أشهر إلى الشرق من المستشفى ناصر في هذا المكان استشهد عدد كبير من النازحين أيضاً هنا مدرسة تابعة للأنروا إلى الشرق إلى الجنوب قليلاً هذه المدرسة كان بها عدد كبير من النازحين ربما تجاوز إلى أكثر من سبعة آلاف من النازحين في هذا المكان وأيضاً لو تحدثنا إلى الجنوب قليلاً من مستشفى ناصر ستجد أن هناك مقبرة هدم الاحتلال هذه القبور ونبش قبور من بداخل هذه المقبرة وسرق عديد من الجثث قصة معروفة إلى الجميع تحدثنا عنها وتحدث عنها كل وسائل الإعلام سرقت القبور وسرقت العظام وعندما سئل الجيش الإسرائيلي والناطق باسم الجيش الإسرائيلي أجاب لماذا دخلتم إلى مدينة خانيونس تحديداً إلى هذه المقبرة فأجابوا أننا نبحث عرفات بعض الجنود الذين أتقلوا أو أسروا في عام 2014 في حرب 2014 كان هناك جندي اسمه هدار جولدن أتقل من مدينة رفع شرق مدينة رفع أفواً نعم عماد أيضاً فالحديث اليوم عن أن مدينة خانيونس تفضل نعم ربما يعني في سياق الحديث أنه على نبش القبور للأسف ربما الحادثة وهي مجزرة النصيرات وتحرير أربعة من الرهائن هل كانت لها يعني ربط بين الحادثتين؟ الجميع دون استثناء لم يكن يتوقع أن يكون هناك توغل أو يكون هناك إنزال أو تدخل قوة خاصة إلى مخيم النصيرات تحديداً هذا المخيم الذي عانى في الخامس من شهر يناير الماضي من توغل كبير جداً شرد كل من في داخل المخيم ومخيم البريج والمغازي ومنطقة المغراقة والزهرة هربوا إلى الجنوب كما طلب منهم جيش الاحتلال قالوا إلى المناطق الآمنة في رفح وفي خانيونس فلم يكن يتوقع أحد بسبب انتهاء العملية أنهم قالوا أننا انتهينا من عملية في مخيم النصيرات ولم يكن يتوقع أحد أن يكون هناك مجموعة من الأسرة داخل المخيم وتحديداً إلى المنطقة الوسط في مخيم النصيرات عندما دخلت القوة الخاصة في لحظات غامضة حقيقة كانت عملية من التشديد من إطلاق الرصاص والقذائف والصواريخ في كل مكان في المخيم القوة الخاصة كانت متوغلة بشاحنة كأنهم نازحين توقفوا عند أحد المنازل في مخيم واحد تحديداً في منطقة النصيرات جمال مخيم النصيرات ودخلوا إلى المنزل المطلوب صعدوا السلالم التي كانوا يحملون السلالم من الألمنيوم بالمسدسات الكاتمة للصوت كما روى لي وكما يوجد هناك بعض الصور كما روى لي أهل المنطقة والناجين من داخل المنطقة أن الكاتمات الصوت قتلت السشهد عدد كبير من داخل هذا الشارع وعندما أخرجوا بالبداية الفتاة على ما أعتقد كان اسمها المونك نوعاء المونك هي الأسيرة الإسرائيلية تم تحريرها أخرجت في الأول في سيارة وذهبوا بها إلى المنطقة الغربية من مخيم النصيرات بعد ذلك ذهبوا إلى المنزل الآخر المجاور لهم وأخرجوا الثلاث أسر الآخرين الجنود المتقلين داخل مخيم النصيرات في هذا المنزل نعم عماد أنت متواجد في هذا المكان هناك كثير من الناس حولك هل تستطيع أن أخذ بعض الآراء من الناس الذين مجاورين لك الآن؟ يعني سأحاول حقيقة أن أستدع أحد منهم في داخل المكان نعم سأحاول أن أستدع أحد منهم في المكان لنسأله عن طبيعة المكان وإن كان يوجد لا أدري إن كان هناك قريبين لكن سأحاول أحد الموجودين في هذا المكان لا حد ما تحصل لنا أحد يارد تكلمنا عن الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع ويعني فيه بشكل عام أيضا بالنسيرات بشكل خاص الوضع في النسيرات كما هو الوضع في خانيونس كما هو الوضع في رفح حالية التي تشتاح كما هو الوضع في غزة أو في جباليا لم يعد يختلف منطقة عن منطقة ربما قبل ثلاثة أو أربع أشهر كانت الشمال وكانت جباليا وتحديدا بيت حنون وبيت لاهي ومدينة غزة تعاني الأمرات الناس كانوا يأكلون الأعلاف بسبب إغلاق المعابر وبسبب منع الاحتلال لدخول أي شيء يوكل المساعدات التي تدخل كانت تدخل فقط إلى رفح وتدخل إلى مدينة خانيونس قبل الاجتياح ولكن الآن نتحدث عن خانيونس ورفح والنسيرات وكل قطاع غزة بشكل متوساوي المعبر مغلق معبر رفح البري المنفذ الوحيد مع جمهورية مصر العربية مغلق منذ أكثر من شهر من الآن منذ بدء العملية على مدينة رفح فبالتالي هذا المعبر الذي يدخل البضاء إلى قطاع غزة ويدخل المساعدات بعد أن حرم الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم ومنع الاحتلال دخول أي شيء إلى قطاع غزة منذ أكثر من 17 عام وهو يحاصل قطاع غزة وهذا مثبت لدى الجميع الآن منذ شهر لم تدخل أي بضاء إلى قطاع غزة لم يدخل أي مساعدات ما دخل هو 120 شاحنة وهذا بالتعريج على الحديث الذي ستتحدث به عن طريق الميناء الأمريكي الذي تم إنشاؤه إلى الغرب من مدينة غزة في وسط قطاع غزة تحديدا هذا الميناء الذي هو في الأساس المفترض كما قال الأمريكان أنه فعليا إلى إدخال المساعدات ولكن للأسف الدلائل بالأمس كانت تقول بأن هذا الميناء هو فقط بكما نشر أنه تم إجلاء منه بعض الأسرى من مدينة غزة عماد أيضا حسب كلامك ومشاهداتك هل هناك تخوف من قبل الناس من مجازر أخرى مثل ما حصل مجازر كثيرة حدثت خلال هذه الأيام ولكن هل هناك تخوف أن يحدث مثل ما حدث في النصيرات في الأيام المقبلة القليلة يعني ربما أنا سأجيبك من أحد الفتيات التي نزحنا من مخيم النصيرات هي ربما ستجيب على هذا السؤال مساء الخير تعرفينه باسمك؟ الصحفية دعاء الباز زميلة الصحفية دعاء الباز يعني ربما أن تخبرينه هل تعتقدين بعد مجزرة مخيم النصيرات واشتياح مخيم النصيرات هل سيكون المخيم في أمان أم أن المخيم سيتعرض مرة أخرى إلى عملية برية أو إطلاق نار أو إلى آخره حقيقة لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة يعني من أول بداية الحرب ونحن بنغطي في الحرب على قطاع غزة كنت في مدينة دير البلح في مستشفى شهداء الأقصى بنغطي في الأحداث فجأة صار حدث غير معتاد اسمعنا المدفعية بتطلق النار بكثافة يعني ظنلنا أنه يكون هذا إطلاق النار من كالعادة أنه المناطق الشرقية لمخيم برية يكون فيه تواغل بري كالعادة لكن أنه أصوات المدفعية كانت بشكل عنيف جدا بالإضافة إلى طيران المروحي اللي كان بيشمل السماء فما عرفنا إيش اللي بيسير فجأة تصلوا على أحد الزملاء في مستشفى شهداء الأقصى بيقولونهم أنه راح يضربوا مكان هدف بيت قريب من المستشفى فعليا تم استهداف هذا المنزل ومن ثم توافدت الإصابات بكثرة إلى مستشفى شهداء الأقصى في حقيقة الحالة أنه المستشفى لا تساعد للأعداد الكبيرة من الجرحى والشهداء لأنه المستشفى تقريبا ما فيها سولار ولا فيها بنزين بيقفي المستشفى أو أدوات طبية لحتى تساعد على عملية إنعاش للمرضى ما فيه كوادر طبية كمان فإنه المستشفى بنفس الوقت اتملت بشكل كبير في أعداد المصابين بصراحة بهذه اللحظات عشنا أجواء من الخوف والقلق هل تتوقع أن يعود الاحتلال مرة أخرى الكرة ويدخل إلى مخيم النصيرات أو إلى أي منطقة أخرى ويعني يحاول بدريعة أنه سيحرر رهائن أو أسرة أو أنه سيقوم بعمليات أخرى هل هناك خوف لدى المواطنين صحيح يعني الجيش بما أنه نفذ أول عملياته وتسلل ونجح في تسلل إلى داخل المخيم بالدبابات والطائرات سوف يعيد هذه الكرة مرة أخرى لا سيما كانت هناك محاولات سابقة بالدخول إلى مخيم النصيرات بصراحة أنا سيابة التصوير سيابة كل شيء يكون جلجانة على أهلي أهلي كان في مخيم النصيرات في مركز الإيواء في الأنروة يعني بصراحة قاعدت ساعات طويلة طول فترة العملية أني حاولت وصل معهم ما قدرت ما فيه اتصالات فقررت أني أنزح لمدينة خان يونس مع الزملاء لقيت معاي الخطبة طمنت من أختي أنهم بخير ووضع أمورهم تمام لكن قلت حتى الآن هم محاصرين مش قادرين يطلعوا بسبب أن الكوات كابتر والطيران مسيطرة على الوضع لأتلقيت خبر استشهاد بنت عمي وزوجها وبنتها حامل وبالإضافة إلى إصابة آخرين الجيش اقتحم المكان وتم إعدامهم بدم بارد للأسف حالهم كحال كثير من المواطنين اللي فات عليهم الجيش بدون ذنب وتم إعدامهم أيضا يعني المكان في مخيم نصيرات للأسف أصبح ضمار شامل يعني خسرنا أكثر من 280 شهيد في هذه العملية البرية عملية تحرير الرهائن يعني عملية تحرير أربع رهائن مقابل عدد كبير من الشهداء والجرحة بالإضافة إلى أكثر من 60 منزر تم هدموا في هذه العملية البرية التي طالت مخيم النصيرات وربما أيضا في المراحل الأخرى تطول عمليات برية أخرى لا أمانة بعد اليوم شكرا لك زميلة دعاء وشكرا لكل وعظم الله أجرك على فقدانك لابنة عمك وعائلاتها ربما هناك كثير من الزملاء وربما هناك كثير من الجيران من فقدوا أحباءهم وأهلهم وذويهم في هذا العدوان حقيقة في هذا التوغل المفاجئ المباغئ ولكن ربما كنا سنبحث عن ردود الأفعال الإسرائيلية أو ردود الأفعال ماذا حدث بعد استقالة جنس تحديدا الجميع تحدث بأنه لا يمكن لك أن تكمل يا نتنياهو وحكومة نتنياهو وسموترش ونكفير بعد أن خسروا رجل الحرب أي بمعنى أن جنس هو العسكري الوحيد في حكومة الطوارئ والكبينة المجلس الوزاري المصغر فبالتالي الجميع يراهم بأن هذه العملية نجحت ولكنك لن تستطيع أن تغامر بعد حيث أن كتاب القسام أعلنت فيما بعد عن مقتل ثلاثة من الأسرى الإسرائيليين في نفس ذات العملية عملية تحرير الأسرى الإسرائيليين من مخيم النصيرات عماد يعني من خلال كلامك نعم من خلال كلامك يعني استقالة قانتس إلا تأثير على حكومة نتنياهو هل هناك ربما استقالات أخرى قريبة أخرى أم راح يكون نتنياهو أقوى وأكثر وحشية هو لن يؤثر مبدئيا على حكومة الطوارئ لأن حكومة الطوارئ فيها سموترش بن كفير وفيها قال أنتو فيها مجموعة وفيها ربما آخرين عفوا ولكن نتحدث على أن قانتس عندما استقال وهو نعم للأسف مشاهدينا فقدنا الاتصال بمراسلنا عماد أبو شاويش كان معانا من القطاع وشكرا جزيلا له ترجمة نانسي قنقر